انا عاوز اتكلم حضرتك على الموضوع تاني النهار قلت هنا في هذا المكان ان ترامب جاء لمهمة الشعوبية او البوبولزم هو جاي لمهمة ان يواجه الاسلام والاسلاميين والمسلمين عموما هو بتكلم على الاجانب لكن في قلبي من كلام على الاجانب هو مين المسلمين ترامب واحد من هذه الطبقة الرخيصة اللي ركبت على ما يسمى بالمتدينين اليمينين المتصينين لا هو متدين ولا ليلى ده راجل ابيح وقليل ادب يعني سجله تكتب كده ترامب ترامب سبيهيفير سلوك يقولك اول حاجة تطلع لك قائمة النساء اللي اعتدع عليها ترامب وبالتفصيل الممل من اول الست اللي زعها في الحيط انا اسف اخيرها مبالع دي من خمسة وعشرين سنة مؤمن كاتبة امريكية نشرت قصته يعني دي دي مثلا حاجة قديمة في الاندبندنت يقولك والله الادعاءات الاعتداء الجنسي بتاعمين بتاعت رامب القائمة كاملة كاملة للنساء اللواتي التهمن مين الرئيس وبيقولك بقى السد بتقولك بالتفصيل زقني وخلى ظهر الاحيط وقرب شفاء انا عاش في الله يقولك كده يعني لازبت الف حق مين الراجل ده اللي هو ما عندوش اي ضمير ولا عندو حتى سجله ضريبة حرامي ابوه او جده كان بنشعل في تجارته الرقيق يعني شيء يعني شيء صعب هذا الرجل قال ايه هو هيجدد دين المسلمين لمرة واحد لان الدين السلام مش عاجة عندوش ارتياح معها وهو اللي بيدعم اسرائيل وبينتصر للمتدينين اليمنيين وبيقولك لأ بص يا جماعة انا مش وافق على قانون الايجاب ومش هدخل المثليين مثلا في الجيش الواد متدين اول النمازج دي هي اللي بتفرط نفسها في هذا العصر اللي انا بسميه عصر الفوضى هذا النموذج اللي سويترامب قالك ايوه تعالى محمد بن سلمان انا هورسك العرش وهأقضي على اعوانك على معارضيك واعمل فيه اللي انت عاوزه سلمه ولا دعمه جارد كوشنر هذا الشاب الخبيث هذا الشاب الخبيث الذي يريد فاهم نفسه اشتر اخواته جارد كوشنر عاوز يبيع فلسطين مقابل خمسين مليار واللي يدفعهم محمد بن سلمان شيء يجن فعلا خطة السلام عبارة عن هندي خمسة وعشين مليار للضفة والقطاع وخمسة وعشين لمين خمسة وعشين متوزع على مصر والاردن والابنان ومين اللي هيدفع الفلوس السعودية طب سؤال بسيط ما يقودوا الدول دي مع بعضيها وياخدوا الفلوس دي ويبيعوا فلسطين ايه المشكلة يا لا جارد كوشنر هو اللي بلغ محمد بن سلمان عن المجموعة اللي واقفة ضده في الترشح ليه او للوصول الى الحكم واقفة ضده لما هجم على محمد بن عمه محمد بن نايف وطلعه من السلطة كولية للعام فمحمد بن سلمان عطشان للسلطة وعاوز ينفرد فلما وجد جمال خاشقجي خد الازن بقتله فقاتله قالوا قتله يا عم خلص خلصنا بقى مش عاوزينه وجع دماغ فقاتله واطمقالنا لذلك جي ترامب قال لهم بصوا بقى التحقيقات اللي بتحصل مع محمد بن سلمان دي خلصت على كده وجمال خاشقجي اتحقق بما فيه الكفاية يبقى التمن اللي خده ترامب كان تمن ايه كلام القديم كله تمن حمايته من اين من التحقيقات في جمال خاشقجي طب دلوقتي هتعمل ايه ترامب قال له اسمع اليوم احنا مش هنحمل سفن بتاعتكم ولا هنحميكم وازا كنت عاوزين تحموا نفسكم احموا نفسكم بطريقتكم وادفعوا فلوس للحماية دي مع ان امريكا في المنطقة دي بتاخد فلوس عن كل طيارة زنانة مشى في الشوارع فوق البحرين ولا فوق السعودية ولا فوق الهراء ترامب النهاردة في التغريدة بتاعته بقول له خلاص احموا نفسكم ده بيذكرني بايه بيفكرني باوباما سنة 2015 اوباما في 2015 ذكر للحكام العرب ساعتها الذين ظهروا البيت الابيض حكام الخليج قال لهم لن ادخل في حرب ضد ايران او اي دولة من الدول التي او اي تنظيم من التنظيمات التابعة لها ما لم تعتدي ايران عليكم ترامب النهاردة في 2019 بيقول لهم انه احنا ما الخليج بالنسبة لنا اي كلام تشاينا جيتس 91% او اتس اويل فروم زا ستريت لو مضيق هرمز يعني يعني السين بتحصل على واحد تسعين في المية من بترولها منين من عند المضيق ده يعني مضيق هرمز يعني ايران يعني السعودية يعني كذا واليامان بتحصل على اتنين وشتين في المية and many other countries likewise وفي دول كتير كده so why we are why are we protecting the shipping lanes for other countries many years for zero compensation احنا بنحمي دي ليه ليه احنا نحمي الكلام ده نحمي سفر الاخرين ليه all of these countries should be protecting their own ships on what has always been كمل التغريدة بتاعته بعد ايزة حددك في جزء التاني بتاعها يعني اهو ليه احمي انا وعرض نفسي للخطر في رحلة خطر we don't even need to be there in that the US has just become by far the largest producer of energy anywhere in the world احنا بقين اكبر دولة منتجة للطاقة في العالم the US request for Iran is very simple طلبنا من ايران بسيط no nuclear weapons يعني ما فيش داعي للسلاح النوي no nuclear weapons and no further sponsoring لا تنروعوا الارهاب ولا تعملوا سلاح ايه نوي اما انتم ايها الاعراب عاوزين حاجة احموا نفسكم نفس كلام موباما يعني هو عنش حاجة ما فيش برد منهم خد منهم مليارات قال لهم انا باخد انا باخد من اموالهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة